الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله المطلوب من السيد مزيان عمر من الغزوات ولاية الإمسان المطلوب منك أن تكلمني أو أن تتصل بي السؤال اللي بعثته لي أراني ما فهمتش السؤال انتعك إذا كنت تسمعني أو هناك من يعرفك عاود التصل بي أو عاود أرسني وضح لسيد مزيان عمر من الغزوات ولاية الإمسان سائلة من تيارة تقول تزوجت منذ سنوات ولم أرزق بالذرية إلى يومنا هذا وبعد إجراء الفحوصات والكشفات تبين أن العقم منه أي من زوجي رضيت بقضاء الله شوف تيارتي يا يا الله يرضى عليك والله 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 إن جنة الرضا في التصديق والتسليم لما قدر الله وقضاه حوسوا على هذا الكتاب كأن كتاب من ثلاثة أجزاء واسموا جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضاه شوف تيارتي يا هاي تيارتي يا يا سعد للد تيارتي شوف صابت العقم راجلها بعدما تأكد من الكشفات والفحوصات واشقالت راضيت بقضاء الله تعالى وتقبلت الأمر ولم أشعر زوجي أبدا بشي شفت ما شعرت زوجها أبدا بشي يعني دارت جهدها باش قامت قيسوش مثلا زيما إذا كاش مراجل يسمع أولادها ولا راجل زاد عنده أطفل اسمع ما تقولش الراجل لها خسارة لكوة غير احنا عندنا دراري ولا تمنيت يكون عندي أطفل يعني فهمتوا كيف هذا المرأة يعني بلغت مقام في الصلاح أنها تراعي القلب تع راجلها تراعي القلب تع راجلها مشي مجرد الطيع كما يبعض النساء تقول لك أنا أطيع راجلي الطاعة شوفي الطاعة مقامات ودرجات يعني هذا المرأة التيارتية لازم نتعلمه منها هذا الأستاذة التيارتية لازم نتعلمه منها وش قالت قتلك راعيت المشاعر تع قلبه شفت كيف هاي طاعة تع راجل تراعي المشاعر تع قلبه مشي غير تحط له هاي أنا أعطيكم مثال انت واحد يحط لك عشان شباب مليح يعني طياب ما شاء الله ويقول لك كولي الهيشة أعوذ بالله أعوذ بالله لو كاني حتى اذهبت على الدنيا ما ناكلش منه أعوذ بالله شف كيف هاي ولما واحد يجيب لك جواز عادي ما وش كي ملو جواز عادي يقول لك كول بسم الله وعلى بركة الله ها وبصحتك بصحتك ويعني حاجة تقول لك ما شاء الله شت مراعة المشاعر مراعة المشاعر شوف هذه المراكفة صالحة ربية حفظك يا أختي حمرتي واتشتيرت قالت ورأيت مشاعره وتقبلت الأمر ولكن زوجي رغم عقمه خانني مع إمرأة أخرى شفتوا كيف سمعتوا 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 أنا بالمغرف الفم وهو بالبرى العيني أنا بالمغرف الفم وهو بالبرى العيني هي راضية بقضاء الله صابرة لحكم الله محافظة على مشاعر قلبي زوجها تراعيه يعني باش بتخليش يشعر بالنقص والعيب مع أنها هي سليمة ورغم ذلك رحانها كما قالت مع إمرأة أخرى في الزنا فبماذا تنصحني سيدي إنصحني كما تنصح ابنتك النصيحة تاعي لك يا أختي هذا زان لا يستحقه أن تضحي من أجله خلاص أفضي حقيبتك وروحي لدريمك هذا لا يجوز أن تبقي معه هذا زان فاسق هذا يغضب الله قال صلى الله عليه وسلم بشير الزان بخراب بيته ولو بعد حين ونقول لك هذا على راح يزني هذا جهب ليس قال له أنت ما تخافش أنت عاقيم تقدر تزني بلما يكون عندك درائي وهذه الزانية لي كنت معاه كيف كيف أو قل نحن بليس بهذا ما تخافش هذا حتى يزني ما تحملي ما ولو ما توليش كائنا ذرية فهمت كيفة بل أزيدك شيئا أكثر كأنني أنظر إليه هذا جهب ليس قال له قال له ما كاش من هالكوشوفات الطبية هذه قاعدة فيك دب هذه كمرتك متفقة مع الطبيبات كوللها وتعرفها وتترام ومرها لك على ظهرك فروح الزرية وتشوفوا لما حملت هذه الزانية ملا جباله لولا بالعقم والتانية جباله بلي ملا قلق بالك 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 أنا جين الدورية لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل لا تبقي معه كلمة واحدة أروحي لداركم لا تبقي مع هذا الزاني بشير الزاني بخارب بيته ولو بعد حين لازم يعلم هذا الرجل بل الشريعة رأي ترجمك أنت متزوج محصن الشريعة ترجمك كما لحنش أنت ما تصلح تعيش بين الناس وبين البشر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل صاب مراء يا عبادة ربي شفت من أعطي نعمة ولم يشكر أخذت منه ولم يشعر كانت عندك مراء تخدمك وزيد هذه المراء مشي عقيم لو كانت عقيم نقوله رأي صابر معك لأنه يتانك عقيم وبتالي تقول لك نصبر معاخش ما عنده هو عقيم ما عندوش ويني روح وانا ما عنديش كني قبل بي لكن هذه امرأة ولود وودود وشو مسكين اي تسقصي اي تسقصي خايفة ربي فيك من أعطي نعمة ولم يشكر أخذت منه ولم يشعر روحي لضربة بك ولا تبقي معه لا تبقي معه بعد ذلك شوفي شوفي إذا يبكي ويندب ويطلب السماح ويحلل ويبعد في الجماعة ويتعهد ويتوب بينه وبين الله وبيلك الدليل القاطع أنه صادق في توبته إذا حبيت يولي إليه أما إذا بلك يتزولق وعلى باله وحده ما تقبل به والمهم بك تولي للضاء وبعد ما تولي للضاء يعود تعود حليمة إلى عادتها القديمة لا يا أختي ما تبقيش معه أبدا قلت لي انصحني يعني انصحتك سائلة تقول أنا في عدتي وقد وصلني الاستدعاء من الشرطة ومن المحكمة يا دروشك يدير أنت يا السرطة والمحكمة وقعد يطرنكي في دارك وقعد ينسى ولو كما رجالي يا عباد ربي على بالكم الحكمة علىها ربي يجعل شهادة الرجل سوي زود شهادة المرأة على بالكم الحكمة مشيخة المرأة ناقصة ولا عيب ولا المرأة عقلها مشي مليح يا وعلى بنا كاين شينسي عقلها كتر مسكان ولكن الحكمة باش ربي يبعدها على المحكمة والشرطة والدرك الوطني تصور انت مرأة مزوجة وقعد جريمة في الحومة ويعي طول تدخل رجلها خدام والمرأة تعشي في الدرك والمحضر والدكتيل هو عودي ولي يروحي وتوقف في المحل محاكم ربي يحب يبعدها جعل الشهادة تحا مشي مقبولة على بالك احنا رجال احنا رجالة والله ما تمني لكون اربيت على الشهادة تعالى مشي مقبولة باش واحد يبعد ما يشهدش ما يشهدش لانا صارتلي واحد السيد قاسني من عين البيضة قاسني رحت شكيت للدرك عشينا في الشهادات وطلع القلمة وروحوا عودوا لي اما لا هذه المرأة الجواب انتح في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته